بعد إن كان العراق من أكبر مصدري التمور في العالم تحول خلال الحقبة الماضية إلى مستورد له زراعة النخيل في العراق وبعد إن كانت تحتل المراتب الأولى بين بلدان العالم أصبحت في مراكز متأخرة بسبب الإهمال الحكومي لهذا القطاع ما دفع بالفلاحين في محافظة بابل إلى هجرة أراضيهم وتحويلها إلى مناطق سكنية العراق بلد النخيل وهو أغنى بلد من ناحية الأول من ناحية النخيل ولكن في الأول أخير ما بعد 2003 اتجه العراق أو اتجه المزارعين النخيل والبساتين إلى تجريف بساتين وتحويلها إلى دور شكنية اتحاد الجمعية الفلاحية في بابل أكد أن نقص المردود المالي لزراعة النخيل مقارنة مع تكلفة زراعتها دفع الفلاحين لتجريف أراضيهم بعد أن رفعت الحكومة يدها عن تقديم الدعم للمزارعين أسعار زهيدة الدولة عدم العناية بالنخيل والأشجار مما يضطر بعض الفلاحين لتحويلها إلى أرض زراعية يعني زراعية محاصيل استراتيجية اضطرروا الفلاحين لتجريف بساتينهم أدى إلى انقراض العديد من أنواع التمور المعروفة التي كان يشتهر بها العراق التجريف سبب انقراض بعض التمور لأن العراق يشتهر بعدة أنواع من التمور وهذه التمور بدت تنقرض من الأسواق بسبب التجريف أما الفلاحون فقد قالوا أن زراعة النخيل لم تعد تدر عليهم أرباحا كما في السابق مشيرين إلى أن بيع أراضيهم أصبح يوفر عليهم أموال الزراعة التي تدهرت كغيرها من القطاعات الأخرى في البلاد البساتين يعني هاي تشوفها انتهت ماكو يعني ماكو أدامها لها لو بيها وارد تديموها بس ماكو وارد ماكو بيها مثل هسا هذه النخلات هذه إذا تذب لها وزنتين وزنتين يجوزي روحا يعني ثمانة آلاف دينار مصاريفها يعني الشنيق لا مكافحة لا تنظيف لأن العمل غالي وتود التمورات مايفكن المخاصير مايفكنها عفنا وهكذا وبعد إن كانت المائدة الرمضانية في البيوت العراقية لا تخلو من حبات التمور العراقية التي تزينها باعتبارها فاتحة إفطار الصائمين بمذاقها الحلو وأنواعها المميزة استبدلت بأنواع تمور مستوردة من دول مجاورة بسبب تراجع الزراعة النخيل في أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم ترجمة نانسي قنقر